هنروح للخبر اللي بعد كده لمنتخب الكرة الطائرة الحقيقة اللي بياخود طبعا بطولة أفريقيا وشاهد طبعا تغيرات كبيرة جدا فنية وشاهد رجوع اللعيبة كانت بتعزف بشكل كبير عند دخول المنتخبات ولكن وجود المدير الفني الإطالي فلافي وعلى رأس المنتخب أو رأس الجهاز الفني شجع الكثير من اللاعبين وعلى رأسهم أحمد صلاح نجمنا والأسطورة الكبيرة برجوع وقبوله مرة أخرى دعوة المنتخب والعودة مرة أخرى لصفوف المنتخب احنا وحشنا شكل أحمد صلاح وصورته بتشيرت المنتخب والمناسبة هي نزلت في الفوتو سيشن أو جلسة تصوير للاتحاد وحشنا أحمد صلاح بتشيرت أو بقميس منتخب مصر طيب الفريق هيعمل الفترة الجاية أعلن قائمة الفريق اللي هيسافر عشان يشارك فيه معسكر أوروبي كالعادة لأن طبعا أوروبا يعني من الدول الكبيرة فين بالمصطفة في سولفينيا نفس البلد اللي هيستهل بيها مشواره أو رحلته من فريق كرة اليد في النادي الأهلي وهيروح سولفينيا وتركيا ومكدونيا وده في الفترة من الربعة الواحد وعشرين هيخدوا لفة كده طبعا الفوتو سيشن لسه بقولوها فده هيبقى في الفترة من الربعة الواحد وعشرين أغسطس القائمة المبدئية ضمت سمع لعيبة من الأهلي سبع لعيبة من النادي الأهلي على رأسهم كابتن المنتخب أحمد صلاح ومعاه كل من حسام يوسف صدع العاب محمد عصان عبد الرحمن الحسين محمد عبد محسن عبد الرحمن سعودي محمد رمضان المعسكر الأوروبي ده هيبقى في تلت دول زي ما قلت لحضراتكم سولفينيا وتركيا ومكدونيا مربع واحد ومستمر حد يوم واحده عشان أغسطس اللي احنا فيه منتخب هالعب مطشاط ودية من منتخبات سولفينيا وتركيا ومكدونيا كعادات قوي قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية اللي جاية واللي هستضيفها مصر في الفترة من واحد الاربعتاشر سبتمبر اللي جاي بإذن الله طبعا البطولة على أرضك آخر بطولة يمكن كانت على أرضنا تونس فازت ديها فانت مهم جدا نهارده انت تركز انت أحسن بعودة اللعيبة بالإعداد بوجود مدير الفاني الأطالي أتمنى من الله سبحانه وتعالى عودة يعني كأس أفريقيا مرة تاني لما كان المفضل مصر وعودة الكرة الطائرة نهارده منتخب الشباب الخبر جاي معانا هو منتخب الناشئين عمل ملحمة كبيرة في كأس العالم يعني كان نتيجي كرة اليد في النتائج وراها كرة الطائرة ممكن كرة السلة بتبقى بعيدة شوية طبعا لارتفاع المستويات والحقيقة كان بيبقى برضو ضعف الإعداد هنا وحاجات كتيرة ولكن النهارده اتحاد كرة السلة خد خطوات كويسة نتمنى نشوف شكل مختلف في كأس العالم القادم للفريق الأول لكرة السلة دي ما شفنا اليد وبنشوف الكرة الطائرة